بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أبنائي وحبيبي طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي ومتابعين الأفاضل من كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم حسام أبو أنس أرحب بكم في لقاء جديد من لقاءات مادة اللغة العربية للصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الأول إلا أول مرة شفنا حبيبي إحنا بنشرح جميع فروع المنهج من كتاب الأضواء وفي نهاية كل حصة بيكون فيه واجب على الدرس بتحل الواجب وتكتب عليه اسمك واسم الدرس وتبعته على جروب أول إعدادي في التليجرام رابط قناة التليجرام وجروب أول إعدادي في التليجرام تجدون إن شاء الله في صندوق الوصف أو في أول تعليق لكن فرضا لا أمرا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد لدينا على القناة واضغطوا إعجابا وطعليقا دعما لنا لنستمر في نشر المزيد من الفوائد يلا بنا حبيبي نبدأ على بركة الله لقاونا حبيبي بعنوان رسالة إلى صديقي للكاتب الكبير أحمد أمين هذا فن جديد أول مرة نتكلم عنه أخذنا فن النثر فن المقال فن الشعر واليوم بإذن الله نتناول فن الرسالة رسالتنا بعنوان إلى صديقي للكاتب أحمد أمين درس جميل جدا ولزيز جدا وفيه شوية عبارات ممتازة خلفية عن الرسالة هذا النص ضمن كتاب فيض الخاطر فيض الخاطر لمين؟ لأحمد أمين وكتابة هذا العمل تأملية إلى حد كبير يعني فيه تأملات في بعض العلاقات الإنسانية وبعض الظواهر الطبيعية وهكذا تعكس خبرة ذاتية لا يستهان بها فالكاتب يجعل فكره وعواطفه تمتزج امتزاجا يعني تختلط تاما بأسلوبه بحيث تجيء عباراته جامعة لأكثر ما يمكن من فكر وعواطف الجو العام للنص حرص الكاتب على أن يعبر عن حبه الشديد لصديقه وتعلقه به واعتزازه بصداقته وأنه بمثابة الروح للجسد فصداقتهما قائمة على الثقة والصدق لا الجدال والعتاب لا يعكرها شائبة كل الكلام ده هنشوف في الرسالة بإذن الله أحمد أمين وظيفته أديب ومفكر ومؤرخ وكاتب مصري الفقرة الأولى بعنوان الصديق أحب الناس إلى الكاتب إلى صديقي يبقى إلى من وجه الكاتب رسالته إلى صديقه فيقول لصديقي في رسالته وأحب إلي أن أناديك بصديقي من أن أناديك بأخي أو حبيبي أو أي لفظ آخر في هذا الباب سؤال بماذا يحب الكاتب أن ينادي صديقه يحب أن يناديه بصديقي لا أن يناديه بأخي ولا أن يناديه بحبيبي ليه أكيد الكاتب ليه سبب ولكن تعالوا نأف مع هذه العبار أحب إلي أن أناديك بصديقي ده أسلوب إيه أسلوب خبري أسلوب خبري تمام فالأخ لا وزن له ما لم يكن أخا صديقا كده جاب لنا إيه جاب لنا سبب ليه أناديك بصديقي ولا أناديك بأخي لأن الأخ لا وزن له يعني ما يسويش أي حاجة ما لم يكن هذا الأخ صديقا أجمل العلاقات إن يكون أخوك هو صديقك في نفس الوقت بتبقى حاجة جميلة جدا جدا ومريحة وتعطي الإطمئنان والسكنة للإنسان طبعا جمع أخ أخوة وإخوان وقد أنصف العرب إذ اشتقوه من الصدق فأي شيء أجمل من الصدق في الصداقة وقد أنصف ما معناها عدلة أخذناها قبل كده والمضاد ظلمة والمضاد ظلمة يبقى العرب اشتقوا كلمة الصداقة أو الصديق من إيه؟ من الصدق يعني إيه اشتقوه؟ يعني صاغوه أو بنقول عليها أخذوه يعني إيه الكلام ده عشان أفهم؟ يعني كلمة اشتقوه أخذوا كلمة من كلمة أخرى زي ما كده أخذوا كلمة الصداقة أو الصديق من كلمة الصدق وإنت عندك دروس كثيرة جدا جدا هتأخذها في المرحلة الإعدادية بإذن الله تعالى اسمها المشتقات اسمها المشتقات إزاي ناخد كلمة من كلمة أخرى؟ ده اسمه إيه؟ المشتقات آه لا استنوا بقى هنا فيه إيه؟ فأي شيء أجمل من الصدق في الصداقة ده أسلوب إيه يا حبيبي؟ آه أسلوب إنشائي أسلوب إنشائي نوعه استفهام إن الحياة فراغ لولا أن تملأها صداقتك فراغ مضادها شغل أو انشغال شغل أو انشغال وهي ظلمة حالكة ظلمة حالكة يعني شديدة السواد شديدة السواد والجمع حوالك والمضاد مضيئة والجمع حوالك والمضاد مضيئة يبقى الحياة بالنسبة للكاتب مجرد فراغ إيه اللي هيملأها؟ الصداقة وهي أيضا ظلام ظلام شديد السواد إيه اللي ينور هذا الظلام؟ مودة الصديق كلمة مودة يعني محبة كلمة مودة معناها محبة والمضاد كر وبغض والمضاد إيه؟ كر وبغض أنا بقى عندي هنا إيه؟ آه كذا حاجة إن الحياة فراغ لولا أن تملأها صداقتك ده تعبير إيه؟ ده أسلوب إيه؟ أسلوب خبري أسلوب خبري ممكن أقول عليه نوع إيه الأسلوب الخبري ده؟ ده توكيد آه الجملة اللي فيها إن أو أن ده من أدوات التوكيد إن ده من أدوات إيه؟ إيه التوكيد هذا خدر إن شاء الله هذا العام تمام؟ طيب هو أسلوب إيه؟ تعبير حقيقي ولا تعبير مجازي؟ أو ده هنا فيه تعبير مجازي يبقى هنا مجازي صور إيه بإيه؟ صور الحياة بإناء فارغ صور الحياة بإناء فارغ والصداقة بالإناء والصداقة بالماء الذي يملأ هذا الإناء تاني إن الحياة فراغ ده تعبير مجازي صور الحياة بإناء والصداقة ماء يملأها تمام؟ وهي ظلمة حالكة أيضاً فيهن إيه؟ تعبير مجازي شبه الحياة بالظلام ومودة الصديق هي المصباح ومودة الصديق هي إيه؟ المصباح تمام؟ طيب عندنا هنا فيه تضاد لها تضاد التضاد ده بيعمل إيه حبيبي؟ سر جماله إيه؟ أو أثر في المعنى إيه؟ يبرز المعنى ويوضحه يبرز المعنى ويوضحه تمام؟ يلا نشوف الفقرة التانية لسنا صديقيني لمنفعة أرجوها منك أو ترجوها مني وإنما أصادقك لأنك أنت أنت وما دمت أنت فأنا صديقك إن الصداقة ميزتك عن غيرك من كل ما في العالم فكلما كنت نفسك كنت أقرب إليك وكنت أقرب إلى قلبي لسنا صديقيني لمنفعة أرجوها ده أسلوب خبري أسلوب خبري حتى يقول لي يا أستاذ ده نافية آه محنا التفاني يا حبيبي إن النفي ده أسلوب خبري أنا بأعمل بأقول لك إيه خبر إما؟ بأقول لك أنا وإنت صديقيني مش لمنفعة ده خبر قد يكون هذا الكلام صادق أو قد يكون هذا الكلام كاذب تمام؟ فهنا إليه أسلوب خبري قد بالك صديقين هنا خبر إيه؟ خبر ليس منصوب خبر ليس منصوب نالفعلين هنا في محل رفع في محل رفع اسم ليسى في محل رفع اسم ليسى منفعة مضادها مضرة أو أزاء مضرة أو أزاء أرجوها يعني أطلبها أو أريدها أطلبها أو أريدها منك يعني ما فيش بنا صداقة وهي دي بأى الصداقة الحقيقية حبيبي إنك تكون مع صديقك ليس لمنفعة ترجوها منه ولا لمنفعة يرجوها هو منك وإنما أصادقك لأنك أنت أنت هنا برضو فيه إيه؟ إنما أصادقك ده أسلوب توكيد ده أسلوب توكيد والأسلوب التوكيد هو أيضا بيكون أسلوب خبري بيكون أسلوب خبري وما دمت أنت فأنا صديقك أنا عايزك أنت شخصك أنت وبس أسلوبك وتصرفاتك وصدقك ونقائك تمام؟ وما دمت أنت هكذا بصفائك ونقائك فأنا صديقك وانت صديقي إن الصداقة تميزتك عن غيرك من كل ما في العالم هنا تعبير يدل على إيه؟ تعبير يدل على أثر الصداقة أثر الصداقة في تميز صاحبها يعني لما تكون صاحب مميز الصداقة دي ترفع منزلتك دون العالم الصداقة دي ترفع إيه؟ منزلتك دون العالم وطبعا هنا أسلوب توكيد وقلنا الأسلوب التوكيد لما يسألك ده خبر أو الإنشائي ده أسلوب خبري أسلوب إيه؟ خبري فكلما كنت أنت نفسك أخذ بالك هنا إيه؟ تاء الفاعل هنا تدل على المخاطب تاء الفاعل هنا تدل على المخاطب وهي اسم كانة اسم كانة تمام؟ ضمير متصل في محل رفع اسم كانة نفسك ده خبر كانة منصوب علامة نصبه الفتحة طب والكاف ضمير متصل في محل جر مضف إليه أي ضمير يتصل بإسم يعرب في محل جر مضف إليه تمام؟ لقد بحثت نفسي في النفوس حولها فلما وجدتك عرفتك وعرفت أنك مرآة لها أنك إيه؟ مرآة لها مرآة لها تعبير مجازي تعبير إيه؟ مجازي صور الصديق بمرآة يرى فيها الإنسان عيوبه صور الصديق بمرآة يرى الإنسانة أو يرى الصديق فيها عيوبه يبقى نفس الكاتب بحثت بحثت في جميع النفوس على صديق صادق فلما وجدت هذا الصديق عرفت خط بالك وجدتك التأهنة مش تأهنة تأنيس الفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود على نفس وعرفت عرفتك برضو التأهنة تأنيس والفاعل ضمير مستتر تقديره هي وعرفت الفاعل ضمير مستتر تقديره هي تمام؟ ومزاجك مزاجها الها هنا عائدة على من؟ النفس كلمة مزاجك معناها المزاج يا حبيبي معناها حالتك النفسية حالتك النفسية نفس الحالة بتاعة الصديق هي نفس الحالة النفسية بتاعة الكاتب وطبيعتك طبيعتها الطبيعة اللي هي فطرتك الطبيعة اللي هي فطرتك أو المقصود بها خلقك الخلق خلق بتاعي الصديق هو نفس خلق نفس الكاتب فكأني وإياك روح في جسمين أو حقيقة في شكلين روح في جسمين التعبير ده حبيبي يدل على تعبير جميل يدل على قوة الترابط قوة الترابط بين من ومين بين الصديق أو بين الكاتب وصديقه الكاتب أحمد أمين وصديقه وطبعا ده في تعبير مجازي شبه الكاتب شبه الكاتب نفسه والصديق بروحين في جسمين بروحين في جسمين نكمل يبقى الصداقة الحقيقية الباقية هي الصداقة التي ليست قائمة على منفعة يرجوها أي صديق منهما تمام صادقتك هنا بقى المراد تأي الفاعل أهي مضمومة تأي الفاعل عائدة على الكاتب صادقتك فاستصغرت متاعبي وهزأت بهمومي وظهر خير ما في نفسي ودبت القوة في إرادتي واشعرت بالحرارة في همتي فماذا كنت أكون لو لم تكن صادقتك فاستصغرت يعني إيه استصغرت استهنت معناها استهنت أو قللت قللت من شأن قللت من شأن متاعبي وهزأت معناها ساخرت وهزأت معناها إيه ساخرت أيضا تدل على التقليل من الشأن بهمومي معناها أحزاني والمفرد همي همومي معناها أحزاني والمفرد همي شوف بقى أثر الصداقة للصديق عمل إيه متاعبه استهان بها كل همومه أحزانه سخر منها وظهر خير ما في نفسي ودبت يعني إيه تحركت دبت معناها تحركت أو سارت والمضاد توقفت المضاد إيه توقفت أو سكنت أو سكنت تاني دبت تحركت أو سارت والمضاد توقفت وسكنت القوة تحركت القوة في إرادة وعزم الكاتب وشعرت بالحرارة في همتي الهمة غير طبعا الهموم همتي اللي هي إيه عزمي الهمة المعناها العزم المهمة المعناها إيه العزم والمضاد ضعفي والمضاد إيه ضعفي فماذا كنت أكون لو لم تكن دبت القوة في إرادتي دبت القوة في إرادتي أقول إيه شعرت بالحرارة في همتي كلاهما تعبير مجازي كلاهما تعبير إيه مجازي الأولى صور القوة بشيء مادي يتحرك بشيء مادي يتحرك أقول صورة أو شبهة أو تشبيه كله تمام وشعرت بالحرارة في همتي ده إيه ده تشبيه أو تصوير أو صورة الهم بشيء مادي يتأثر بالحرارة يتأثر بيه بالحرارة فماذا كنت أكون لو لم تكن آه يلا يا بطل كده فكر معايا خبري ولا إنشائي أحسنت ده أسلوب إنشائي أسلوب إنشائي نوع إيه نوع استفهام استفهام طبعا كلمة استصغرت وهزئت كلمات تدل على الاحتقار كلمات تدل على الاحتقار احتقار المتاعب والهموم مدام الكاتب وجد صديقه إن حزب أمر فذكرك يحله أو ضعف العزم فصورتك تقويه أو أظلم الجو فصداقتك تنيره أو خيم البؤس فاستحضارك يكشفه إن حزب معنى حزب اشتد وصعب آه في حاجة شديدة أمر ما والأمر الشديد ده أو الصعب ده أكيد بيحزن الإنسان فإن حزب معنى اشتد أو صعب والمضاد هانة وسهلة هانة وسهلة فذكرك يحله يحل الأمر الصعب ده والشدة اللي هو موجود فيها إن حزب أمر ده إيه أسلوب خبري أسلوب خبري نوع إيه نوع توكيد نوع توكيد أو ضعف العزم فصورتك تقويه بين ضعفا وتقويه يلا أقول كده معايا أحسن تضاد يبرز المعنى ويوضحه أو أظلم الجو الجو جمعها الأجواء والجواء الأجواء والجواء ومضاد أظلم أنار فصداقتك تنيروه تمام عندنا هنا كلمة الضماء وتنيروه بينهما تضاد يبرز المعنى ويوضحه عندي بقى إيه تعبير حقيقي ولا مجازي صداقتك تنيرو ده تعبير مجازي يلا بقى بطل كده قل انت ايه التشبيه اللي فيه أحسن تعبير مجازي صور الصديقة بالمصباح المنير بالمصباح المنير أو خي ماء معناها غطى خد بالك الدرس فيه كلمات كتير جدا جديدة علينا والمضاد كشف والمضاد كشف ولكن المراد هنا ايه سيطرة ايه اللي سيطر البؤس البؤس يعني الشقاء والفقر الشقاء وإيه والفقر الشقاء والفقر فاستحضارك يكشفه عند هنا خيمة ويكشف بينهما ايضا تضاد يبرز المعنى ويوضحه لم أصادق إلا بعد أن عرفتك كما عرفت نفسي فمن عابك سقط من عيني ومن انتقصك فإنما ينتقص نفسه فأذني صماء إلا عن مديحك وقلبي لا يتفتح إلا عند الثناء عليك وصداقتنا كآنية الذهب أليس يمكن كسرها من انتقصك معنى عابك أو قلل من شأنك أو قلل من شأنك والمضاد مدحك والمضاد مدحك فإنما ينتقص نفسه وأذني أذني الكاتب صماء يعني لا تسمع إلا إيه إلا عن مديح لما يأتي المتح لصديقه فأذنه تسمع وقلبي لا يتفتح يعني مغلق إلا عند الثناء إلا عند المتح والمضاد الزم وصداقتنا كآنية الآنية اللي هو إيه الوعاء أو الكوب الوعاء أو الكوب والمفرد الإناء يبقى آنية جمع خد بالك مش مفرد آنية دي جمع مفرد وهي الإناء طبعا هتقول لي هنا فيه تعبير إيه مجازي تمام يلا قل كده بطل تعبير مجازي صور صداقة الكاتب لصديقه بآنية من الزهب لا يمكن كسرها بآنية من الزهب لا يمكن إيه كسرها تصادق الناس للمنفعة فلما زالت المنفعة زالت الصداقة وتصادق الناس لعواطفهم فكانت الصداقة تشب وتخمد وتتعرض للهجر والعتاب والقطيعة والوصال هنا بقى يا حبيبي الكاتب هنا يبين أنواع الصداقة هنا بقول لك الصداقة الحقيقية والصداقة الزائفة اتكلم عن نوعين من الصداقة أول صداقة 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 منفعة صداقة منفعة أدي واحد طيب رقم اتنين صداقة عواطف صداقة ايه عواطف لكن كل واحدة منها فهي عيوب ايه هي عب الصداقة المنفعة صداقة المنفعة دي ايه ان مصالح انا وانت صحاب علشان يبقى في مصلحة بيننا زالت المصلحة انتهت المصلحة انت ملكش عندك حاجة ولا نليا عندك حاجة تمام انتهت صداقتنا فدي صداقة مزيفة طبعا وتصادق الناس لعواطفهم يبقى دي صداقة تانية ولكن برضو فيها عيوب فكانت الصداقة تشب يعني تشتعل تشتعل والمراد تقوى وتزيد لكن للأسف يأتي عليها وقت وتخمد يعني تنطفئ تنطفئ يبقى تشب معناها تشتعل اي تقوى وتزيد وتخمد معناها تنطفئ والكاتب يقصد بها ايه تضعف وتقل دعيه بالصداقة العواطف يعني زعلتني اخذ موقف منك اوي انت كويس معايا صداقتي لك تزيد يبقى دي صداقة عواطف وتتعرض للهجر والعتاب الهجر معناها البعد البعد او القطيعة او الفراق والمضاد ايه الوصال فطبع انه زعل منك عشان انت عملت موقف معي هجرتك عتبتك قاطعتك بعدت عنك يبقى صداقة عواطف بتتأثر هو تعالوا نشوف هنا فيه ايه فيه تضاد كلمة تشب وتخمد بينهما ايه تضاد كلمة كلمة الهجر والقطيعة بينها ايه ترادف وكلمة الهجر والوصال بينها ايه بينها تضاد لكننا تعالوا نشوف بقى الصداقة التالتة لكننا تصادقنا بعد ان رفعنا المنفعة فيما بيننا وتصادقنا بقلبنا وعقلنا يبقى دي الصداقة رقم تلاتة اللي هي الصداقة ايه العقل والقلب العقل والقلب وتصادقنا بقلبنا وعقلنا الصداقة الحقيقية هي صداقة القلب والعقل ليست صداقة منفعة ولا صداقة ايه عواطف تمام فسمونا عن التقلب وعن العتاب فسمونا معناها ارتفعنا ارتفعنا التقلب يعني التحول والتغير التحول والتغير يعني مش اي حاجة هتقلبنا على بعض مش اي حاجة هتحولنا بعد ما كنا اصدقائي بقى متقاطعين او اعداء لا ولم اشعر بحاجتي في صداقتك الى تكلف او مراء او تقاليد ومواضعات لم اشعر بحاجتي ده اسلوب خبري طبعا نوعه هنا ايه نفية الى تكلف ما معنى تكلف التكلف معناها تصنع ومعنى تصنع يعني ايه مخالفة الواقع مخالفة الحقيقة او مخالفة الطبيعة يعني ما بزودش من عندي ما بمثلش عليك بالبلد كده مش بمثل عليك اننا صاحبك او جميل او معاك مش عارف لا بدون تصنع بكون على طبيعتي لان ما ليش عندك مصلحة هنفق ليه فكلما فكلها اقرار بالضعف يبقى هو الاقرار بالضعف ان اصاحبك لمنفعه او اتكلف في صداقتي او انافق او يكون بيننا تقاليد ومواضعات ومحاضرة من الانفصال وطعنن في الوحدة محاضرة يعني خوف من الانفصام يعني الانفصام الفراق الفراق وطعنن وطبعا والمضاد ايه المضاد الوصال وطعنن يعني عيب وذم عيب وذم في الوحدة طعنن في الوحدة فتعبير ايه تعبير مجازي تعبير مجازي صور الوحدة بشيء او بكائن يطعن بشيء مادي يطعن او بكائن يطعن حفظك الله لي تعالوا نقف هنا بقى لحظة كده مع حفظك الله لي ده فعل ماضي ده اسلوب ايه اسلوب خبري اسلوب خبري لكن انا هنا اقصد الدعاء والدعاء ده طلب من الله سبحانه وتعالى والطلب ده ايه ده انشائي لهو زي اسلوب الامر كده ده انشائي فهنا اللفظ خبري يعني اقول لك كده ايه اسلوب خبري لفظا جاب فعل ماضي تمام ولكن انشائي انشائي معنا انا اقصد به طلب من الله سبحانه وتعالى ان ربنا يحفظك طب غرضه ايه غرضه الدعاء خد بالك الحتة دي مش بتذكرك كتير عشان ما اطلق بطاكش مش اه علشان ما نجي نسأل في وقت تاني مثلا تقول لي ايه ده خبر لفظ انشائي معنا لان فيه ناس بتحفظها كده لا هي قليلة جدا جدا ونادرا فانت غذاء روحي هنا فيه تعبير ايه تعبير مجازي شبهة الروح بانسان يتغذى بانسان يتغذى سراجه حياتي نفس الكلام تعبير مجازي شبهة شبهة الحياة بالسراج وكلمة السراج معناها مصباح والجمع سرج والجمع سرج واعاد عليك العيدة باليمن يعني البركة اليمن معناها البركة والسعادة رسالة من احمد امين الى صديقه بتصر واجبنا حبيب ان شاء الله هيكون صفحة ناخد صفحة 163 واجب صفحة 163 واجب تمام في النهاية اسأل الله تعالى ان تكونوا استفدتم واستمتعتم بهذا اللقاء لا تنسوا الانضمام الى قناة وجروب اولى اعداد في التليجرام رابط القناة ورابط الجروب تجدوا ان شاء الله في صندوق الوصف ولا تنسوا ايضا اشراك في القناة ودعمنا بالاعجاب والتعليق سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في العية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته